على الرغم من مرور 56 سنة على نكسة سنة 67 وتسعمائة وألف إلا أن الآثار النفسية لتلك الهزيمة لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي الرسمي في المنطقة العربية وبحسب ما يراه محللون فإن النصر الذي أحرز بعدها ضد الاحتلال الصيوني على الجبهة المصرية لم يفلح في رأب الصدع النفسي لدى الأنظمة العربية التي لا تزال ترى في الكيان الصيوني عدوا لا يقهر وبرغم لآت العرب الشهيرة في قمتهم التي عقدت في الخرطوم بعيدا نكسة فإن الهزيمة العسكرية في عام 67 تبدو وكأنها أعادت صياغة مفهوم الصراع بين العرب وإسرائيل كما أعادت تشكيل استراتيجيات العمل في هذا الصراع إذ أصبحت إسرائيل في الوجدان السياسي العربي الرسمي أمرا واقعا يجب التعايش معه لا كما كانت من قبل عدوا طارئا على الجغرافية والتاريخ تنبغي إزالته من كليهما غير أن الصورة في رأي المحللين تختلف إذا كان الحديث عن الشعوب العربية فالهزيمة العسكرية في حزيران سنة 67 وتسعمائة وألف أسقلت الشعارات الرنانة للقومية العربية تلك الشعارات التي كان النظام العربي الرسمي لا يرفعها فقط وإنما يتذرع بها ليمارس ألوانا من الاستبداد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان مبررا ذلك بأنه لا ينبغي لصوت أن يعلو فوق صوت معركة بناء حلم القومية العربية سقطت الشعارات فأثمر سقوطها وعيا شعبيا يتجاوز مواقف الأنظمة العربية إزاء إسرائيل ولا يعترف بخطوات التطبيع التي يراها آثمة ولعل انتفاضات الربيع العربي برغم انكسارها لاحقا تؤكد التفاف الشعب العربي حول قضاياه المصرية واتحاده في مواجهة عدوه التقليدي المحتل لأرض فلسطين كما تؤكد تبدد وهم العقد الاجتماعي بين الشعب العربي والنظام الرسمي المهرول نحو التنازل والتطبيع وكأن الشعب العربي يؤكد أن الهزيمة ليست قدرا محتوما